السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب يلي ريكم بروندر طبعا كنا قد رأينا فيما سابق حل لعبة الصفحة السابقة إذن فهذه الفقرة سنرى ما تبقى من كلمات ومن بعض العبارات الوردة في هذا النص الذي رأينا إذن عندنا كالعادة لفكابيولار 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 نتكلم هذه الصفحة السابقة لفكابيولار إذن نتكلم عن الصفحة التي هي قبل هذه قبل التي نحن بصددها مثلا إذن سلاباش precedent إذن نتكلم عن الصفحة السابقة طبعا في المذكر نقول precedent في المؤمنة نقول precedent في المذكر نقول precedent لفكابيولار لفكابيولار إذن هذه النقطة هي ربما اكثر اهمية من السابقة. طبعا كلمة التي تعني نقطة هذه كلمة مذكرة. إذن هذه النقطة أكثر اهمية من السابقة. إذن نتكلم عن كلمة عندنا كلمة المكنة chromية. فنقولably. اTu ادساه يطرق من طابق تاني دون ميزون إدن طابق تاني لي منزيلين ما اتو دسو إدن هو أسفل دي تروازم يتاج أسفل من الطابق التاليت أو دسو لترمومتر اتت ديساندي أ 25 دقري أو دسو دوزرو إدن لترمومتر اتت ديساندي أل محرار أناه نزل 25 دقري إلى 25 درجة أو دسو دوزرو تحت الصفر أو دسو عكسوه أو دسو كلمة أو دسو عكسوه هو أو دسو كما نقول فوق نقول مثلا فيفر أو دسو دو ميان أونكوريغ لادات استرس يعني مسألة أنك تعيش فوق طاقتك فيفر أو دسو دو ميان أنك تريد أن تعيش فوق وسائلك فوق طاقتك بمعنى آخر إذن أن تعيش فوق إمكانياتك كل شخص يحاول أن يعيش فوق إمكانياته أونكوريغ لادات إذن طبعا سيتسبب في ديون استرس وهذا أنه مزعج كما نقول أو أنه كما نقول بأنه محرج يجعل الشخص في حرج إذن لفر أو دسو دو ميان أن تعيش فوق وسائلك المقصود أن تعيش فوق إمكانياتك أونكوريغ لادات أن تتكلف ديون استرس أن هذا محرج ثم عندنا كلمة انفولار انفولار طبعا كلمة فولار كما ذكرنا فيما سابق المقصود بها قطعة من اللباس كما ذكرنا مثل هذه التي عندنا هنا التي تلف حول العنق إذن تسمى لفولار هذا القمش الذي يلف حول العنق كما نرى يسمى لفولار كلمة فولار ممكن أن تعني حجاب المرأة مثلا حجاب المرأة ممكن أن تعني قطعة القمش التي تضعو المرأة فوق رأسها إذن تسمى لفولار نقول مثلا لفولار 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 طبعا مصنوع منا الصوف حول العنق المقصود بأن الأشخاص يدعونها حول العنق إذن أتور دو صنق أتور دو صنق حول العنق المقصود حول عنق ثم عندنا كلمة أمبوني إذن نتكلم عن الطاقية تسمى أمبوني أمسيو سعطيت أمبوني دولان إذن أننا نضع على رؤوسنا كما نقول طبعا هناك ما نقول بأننا نضع فوق رأسه ولكن المقصودون أننا نضع فوق رؤوسنا نتكلم عن الأشخاص بصفة عامة هنا نمثلهم بهذا الصغر كما لن نتكلم عن شخص فالغائب ولكن المقصود هنا أننا نتحدث على الأشخاص بصفة عامة أمسيو سعطيت كما نقول أننا نضع فوق رأسه المقصود هنا أننا نضع فوق رؤوسنا أمبوني نضع طاقية دولان من الصوف ثم عندنا كلمة ديغون ديغون نتكلم عن القفزات تسمى ديغون تسمى ديغون لن ن abnormal ساكت يواجه أمبوني ديغون ديغون يعني لن نحمي في再دين ديغون ديغون نتكلم عن القفزات من الصوف حتى نحمي أيدين من البرج القارس إذا ديغون إن نتكلم عن أمبوني أمبوني ديغون ديغون ثم عندنا كلمة بوسي طبعا هذا الفعل يعني دفع ممكن أنه يأتي في معاني متعددة نقول مثلا لفعي بوس إذا نتكلم عن الورقة أنها تدفع كما نقول ولكن المقصود بأنها تنبت عندما تنبت النباتات في الأرض وتصعد وكأنها تدفع شيئا إلى الأعلى كأنها تدفع التربة مثلا تخرج ثم تدفع لتصعد إلى الأعلى إذا نتكلم عن الورقة بوسي بهذا المعنى لفعي بوس إذا المقصود بأنها تكبر إذا نتكلم عن الورقة بأنها تكبر إذا نتكلم عن الورقة بأنها تكبر سنبت على الممشان إذا هذا ليس نفس الشيء مثل بوسي أن كامراد لفعي بي لفعي بي إذا ليس المقصود بها هنا كما لو أن شخصا ما يدفع رفيقه لفعي بي من أجل العمل على إسقاطه إذا هنا أيضا نستعمل لفعي بوسي ولكن هنا ليس له نفس المعنى كما عندنا هنا هنا لفعي بوسي أنه يعني كبورق لفعي بوسي إذا نتكلم عن الورقة أنها تكبر إذا نتكبر أنها تكبر ثم سنبت على الممشان كما ليس نفس الشيء مثل بوسي كامراد أنك تدفع رفيقا لفعي بي من أجل العمل على إسقاطه طبعا لفعي بوسي ممكن أنه يعطي في عدة معاني ممكن لفعي بوسي له أيضا نحن المقصود أنك تسرق أو بس نحن بس نحن بس نحن أنك تدفع صرفات المقصود أنك تدفع صرفات نقول مطلع في عبارة سوپلن Les parents doivent pousser leurs enfants à étudier Cependant, رغم هذا Les parents, الأباء doivent pousser leurs enfants عليهم أن يدفعوا ابنائهم à étudier لكي يدرسوا هنا نتحدث عن نوع آخر من الدفاع Cependant, les parents doivent pousser leurs enfants à étudier رغم هذا فالأباء عليهم أن يدفعوا أبنائهم لكي يدرسوا أو نقول مثلا في المعنى العادي Les fiches pousser نقول مثلا C'est très facile à pousser 7 fernètres de l'intérieur A pousser 7 fernètres de l'intérieur إنه جدا سهل أن ندفع هذه النافذة من الداخل حتى نفتحها مثلا très facile à pousser 7 fernètres de l'intérieur وعكسها طبعا de l'extérieur من الخارج نتكلم على la pousser في الكابورة مثلا كما عندنا في البداية نقول sans ces minéraux بدون هذه المعادن أبداً أبداً لا تستطيع نبتة لا تستطيع الإنبات بدون هذه المعادن لا تستطيع ولا نبتة أن تنمو أن تنمو sans ces minéraux لا تستطيع لا تستطيع نتكلم على la pousser التي يمكن أن يأتي في عدة معاني كما ذكرنا ثم لدينا كلمة إن شميزة كما نقول قميس صغير تعرف كما لدينا إن شميزة إذا نتكلم عن النواء دون mej مersch ستطيع لن يمكن أن نعدي لأخواه مني تحذر لأخواه إذا نتكلم على نتكلم على لأخواه كما تحذر أنا أكثر قصرا بلي بتيت أنا أكثر صغرا إذن كليمانج دي شميز أبيتيال إذن هي أكثر قصرا كليمانج دي شميز أبيتيال أكثر قصرا من الأقميسة إن ستعتبر أبيتيال المعتادة إذن هناك أقميسة كما نقول التي تكون لها أكمام طويلة إلى حد ما إذن نتكلم هنا عن شميزات إذن نتكلم عن هاد الأقميسة إن ستعتبر التي لها أكمام أكثر قصرا أنها قاسرة جدا بالمقارنة مع أكمام الأقميسة المعتادة ثم عندنا إكسبليكي لموسويبون إذن إشرح الكلمات التالية إكسبليكي لموسويبون عندنا إن طابلت إن طابلت طبعا كما تشوفوا كلمة طابلت تماما مثل كلمة شميزات أننا أضفنا لهد نتكلم هنا عن سيارة من السيارة المتعلقة بهد الكلمات عندنا مثل كلمة طابلت المقصود بها بلانشت بلاس 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 المساحة صغيرة إذن نسميها بلانشت كما نرى في الصورة مثلا قطعة خشب ممكن نتكلم عن قطعة جبنة بشكل مستوي دات مساحة صغيرة إذن نتكلم عن مساحة مستوية surface plan rectangulaire مستطيل الشكل de petite dimension دو أبعاد صغيرة يعني أن طوله وعرضه صغير ليس كما هو حال المائدة متران المربعة التي تكون أبعادها شيئا ما كبيرة إذن نتكلم عن شيء مستوي دو مساحة مستوية ودو أبعاد صغيرة إذن نسميها طابلت بما فيها طبعا الأجهزة الموجودة حاليا التي هي بين الهاتف وبين الحاسوب إذن نتكلم عن طابلت إذن نقول مثلا طابلت شوكولات طابلت دو شوكولات إذن نتكلم عن شوكولاتة بهذا الشكل مصنوعة بهذا الشكل إذن نسميها طابلت شوكولات ممكن نستعمل أيضا كلمة بلانشت كما ذكرنا قبل قليل طابلت تعريفها هو بلانشت أو بيعسير فاس بلان ركتانجلاغ دو بتيت ديمانسيون إذن نتكلم عن شكل مستوي دو أبعاد صغيرة ممكن نقول مثلا بلانشت كورانيك بلانشت كورانيك إذن نتكلم عن خشبة مستوية دات أبعاد صغيرة خاصة بالقرآن الكريم إذن نقول بلانشت كورانيك إذن نتكلم عن لوحة ممكن نتكلم عن لوحة من شوكولاتة ممكن نتكلم عن لوحة خشبة إلى غير ذلك نقول مثلا كمان فار بلانشت طبعا كلمة بلانشت كما رأينا هذه التصغير لكلمة بلانش تصغير لكلمة بلانش كمان فار ممكن نتكلم عن صحن في حدي ذاته أو نتكلم عن صحن من طعام إذن هنا نتكلم عن نتكلم عن الأشياء الموجودة فهو قاطعة مستوية دات أبعاد معينة إذن كما تلاحظوا بأن هذه التصغير التي نستعمل هنا لتصغير أننا نضيف إذن كلمة ميزونة هذا المقصود بأن تصغير نتكلم عن منزل صغير إذن نقول عن ميزونة نقول الآن في عبارة cette ميزونة سيطى هذا المنازل يتموقع بين بين بادية ريفيار وبين النهر وبين بحر إذن يوجد بين هذه المناطق الثلاثة إذن نتكلم عن ميزونة إذن نتكلم عن منزل ثم عندنا مالات هذه تصغير لكلمة مال إذن عند الحديث عن مالات المقصود بها بمعنى آخر نتكلم عن نتكلم عن بمعنى آخر إذن نتكلم عن quiero انتكلم عن بمعنى آخر ميزونة أي أن نتكلم عن او للعمل. اذا ايما حقيبة صغيرة نستعملها لحمل الاغراض المهمة الضرورية للعمل او للسفر. اذا نسميه مالات. مالات مالات ان بتيت مال. طبعا كلمة مال ان مال المقصود بها طبعا صندوق كبير. المقصود بها صندوق كبير. اذا مالات كما نتكلم عن صنايديق صغير. اذا كما تلاحظوا باننا تنتحدوا لوحة صغير التصغير. انها مشتقة من كلمة اخرى. مثل كلمة مال. اننا نشتق منها كلمة مالات. مثلا ميزون. اننا نشتق منها كلمة ميزونت. اذا هناك صغير. هذه الصغير تسمى في اللغة الفرنسية. ان ديمينيوتيف. ان ديمينيوتيف. كما نتكلم عن التصغير. هذه الكلمة كلمة ديمينيوتيف أن تتمن فيل ديمينيوية. إذا نتتكل من فيل ديمينيوية. ديمينيوية انك تقلل. انك تسغير شيء. انك تنقص من حجمي. اذا نتكل من ديمينيوية. ديمينيوية. ديمينيوية هذا فيل سغير كما نقول. إذا ان ديمينيوتيف est un procédه دو ديريباشيون who to add to one word the idea of petitesse of fragilité of attenuation and of friction so our term on a diminutive and it's a instead of it's a process of deriva so there is one way to say the lexical when we talk more and we have to add more which to do one word we to do the words the تضيف لفكرة التصغير نقول عن شيء بأنه petit يعني أنه صغير إذن هنا عندنا التصغير إذن نتكلم عن التصغير ممكن تضيف لهذه الكلمة معنى آخر لهذا فخاجلت ديال الضعف نقول عن شيء بأنه فخاجيل يعني أنه قابل للتكسير نقول عن شيء بأنه فخاجيل يعني أنه هش فخاجلت المقصود ب الهشاشة ممكن أننا نطبق هذا الصغير أو هذا الأسلوب على بعض الكلمات إذن نقوم بهذا الاشتقاء بهذا الشكل للدلالة على الفخاجلت الفخاجلت الخاص بهذا الشيء مثلا وبها التنوية كما نقول التخفيف أو التضعيف أو التوهين إن صح التعبير إذن نتكلم أحيانا عن الورب التنوية يعني أنك تخفف شيئا أنك تضعفه إلى غير ذلك و دافيكسيون أو دافيكسيون إذن ممكن أننا نطبق هذا اشتقاق للدلالة عن المودة لا فيكسيون كما نقول العاطفة أو المودة إلى غير ذلك مثلا في اللغة العربية نقول للطفلين يا بني يا بني إذن هنا تصغير لكلمة ابن إذن هذه للعاطفة أو للدلال على المودة على كل حال إذن هذه السيارة من السيارة الاشتقاق التي تفيد هذه الأمور التي ذكرنا الآن إذن أن دمنيتف إذن تصغير لكلمة إذن تصغير لكلمة لها معنى ديال الهشاشة داتينيانسيون داتينيانسيون ممكن أنها تعني التضعيف أو التوهين أو دافيكسيون أو نتكلم عن العاطفة أو المودة إلى غير ذلك سالوبوزي دان نوغمونتاتيف إذن هذه العكس ديال أوجمونتاتيف لوجمونتاتيف ممكن نجد سيارة أخرى مثلا أنها تعطي عكس هاد المعنى إذن بورفورمي لو ديمينيتيف دامو إذن من أجل تشكيل تصغير كلمة بالطريقة التي رأينا نجد أن نضيف كلمة أنها تعني الأحرف التي تأتي بعد الكلمة العكس هي نتكلم عن الأحرف التي تأتي قبل كلمة من أجل صياغة كلمة جديدة إذن نتكلم متى عن كلمة ميزون نضيف لها بعض الأحرف فتصبح عندنا ميزونات ميزونات إذن هذه الأحرف التي أضفنا بعدها هذه الكلمة تسمى سوفيكس إذن نجد إن سوفيكس إذن أننا نضيف إن سوفيكس نضيف الأحرف نضيف نضيف أو نضيف إذن هذه الأحرف التي نضيفها بعض الكلمة تسمى دي سوفيكس نضيف هذه الأحرف على فدسم أننا نضيفها في آخر هذه الكلمة السيجارة إذن كلمة سيجارة كاملا نقول بأننا تصغير لكلمة سيجارة نتكلم عن هذا السيجارة ان سيجارة طبعا تصغير وهي ان سيجارة ان سيجارة إذن نتكلم عن السيجارة كريم لكلمة سيجارة عندنا سيجارة ثم عندنا انفرشات انفرشات إذن ممكن تكلم عن انفرشات وممكن تكلم عن انفرش انفرش كبيراننا نرى في الصورة عندنا انفرخ انفرشت لا يخبيها ولكن بشكل أصغر إذا نتكلم عن لعاش وممكن أننا أيضا نتكلم عن إنعشات إنعشات إذا نتكلم عن شعقور صغير إنعشات سالة ببتيت عاش إذا نتكلم عن هاد الأداة الصغير وعلى هاد المنوال ممكن أننا نجيد كلمات أخرى مثلا كلمات في لا في البنت إن فيات إذا نتكلم عن بني كما لاحظنا في أغلبة الكلمات أننا أضفنا ولكن ممكن أننا نضيف كما ذكرنا فيما سابق ممكن أننا نضيف مثلا كلمات شع لشع القت إنعشات إذا نتكلم عن قطيت نتكلم عن قت صغير مثلا كلمة وزو إذا نتكلم عن طائر وزيون إذا نتكلم عن صغير لهذه الكلمة ثم عندنا دي pantufل دي pantufل إذا نتكلم عن 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 ناسج إذا نتكلم عن السحفة من الشبكة إذا نتكلم عن ناسج هؤلاء ناسج 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 مثلا إذا نسج أكثر ثم أهلاء ناسج أكثر يشرف كل الشسور من الأحدية. لذلك نتكلم عن نعال خاففة طبعا بالمقارنة مع الأحدية. ثم عندنا إلوكيسيون. هل أنت رأيت من قبل التلج؟ أين كنت أنت؟ هل كان صباحا؟ ممكن نقول مثلا سيطي المتين لقد كان صباحا. لقد كان ذلك الوقت صباحا. هنا عندنا سؤال كما نقول. هل كان صباحا؟ أنت مستيقظ كم كورين. إذا هل رأيت من قبل التلج؟ أين كنت أنت؟ هل كان صباحا؟ أنت رأيت و أنت تستيقظ كم كورين مثل كورين؟ كيف كانت الأشجار؟ المور، الجدران، الصول، الأرض أو التراب، الفناتر، 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 النافيدة؟ كيف كانت تفعل الفلوكون دوناج قطاعه التلج؟ طبعا نتكلم عن الفلوكون كما ذكرنا فيما سابق. القطاع التي تشبه قطاع الصوف. ولكن هنا نتحدث عن قطاع التلج التي تشبه هذا الأمر. كاتوفي كنت يا فيلاناج؟ ماذا فعلت عندما رأيت التلج؟ احكي. ثم هل أنت من قبل لعبت البطاية؟ معركات كما نقول هكو دوبول دوناج؟ هل تدجى جوي على بطاياك؟ دوبول دوناج؟ رأكورت إذن هل أنت من قبل؟ هل سبق لك أن لعبت؟ مباراة؟ الضرب؟ أو القدف؟ بكورة التلوج؟ رأكورت؟ احكي هل تدجى فابريك؟ أبون نوم دوناج؟ هل سبق لك؟ أن صنعت؟ أبون نوم دوناج؟ رجولا من تلج؟ كما نفعل؟ كما نقول كيف فعلت؟ أو كيف نفعل؟ كيف فعلنا نفعل ذلك؟ كما فتو؟ كيف فعلنا نفعل ذلك؟؟ كما تلجمح؟ ماذا وضعت على وجهه؟ и سور سالتت، وماذا فعلت على رأسيه؟ لا تلجم LIKE there's explore أم أناك تاركت أو كما هو؟ لا تلجمح vara هل أنت تترقته كما هنا؟ لا تلجمحania هل أنت تترقته كماμαι؟ لا تلجمح أم أنك هاجمته بكورات التلج هناك بعض الأطفال يصنعون رجولة من التلج ثم يقدفونه بكورات أخرى إلى حد تدميره هذا يحدث في ألعاب الأطفال أم أنك هاجمته بكورات التلج ثم عندنا الكونجازون في الفقرة سنرى ركوناسانس دي پاسي سامبل دون دا تكس لي إذن كمان نقول معرفة لباسي سامبل دون دا تكس لي في نصوصين مقرؤة إذن طبعا معروف بأنه لباسي سامبل أنه يصل إلى حد الضروريات للنص خاصة للقيسة مثلا إذن عندما نتكلم عن القيسة مثلا فمن شبه الضروري أن نستعمل فيها لباسي سامبل لباسي سامبل كما تعرفوا بأنه يفيد الصرعة النوتي في الصرعة يعبر عن الفعل السريع عندما نقوم بشيء سريع للتعبير عن هذا الأمر أننا نستعمل لباسي سامبل طبعا في القيسة عندما نستعمل الفعل السريع خاصة في الكتابة عندما نستعمل الفعل السريع أنه يعطي حيوية للقصة ركنيسانس دي باسي سامبل دون دا تكس لي إذن عندنا هنا غلو ذا لباسي سامبل دون تكس نمير 26 إن سواري دي بار إذن طبعا سنستخرج الفعل السريع من النص رقم 26 النص إذن عندنا هنا رقم 28 كما تلاحظوا هنا عندنا 27 ثم عندنا النص رقم 26 كما تلاحظوا إن سواري دي بار كما رأينا فيما سابق سنستخرج بعض الأفعال طبعا التي تمت في لباسي سامبل إذن عندنا إن سواري دي بار كما رأينا أفار غابلي أفار غابلي ثم أن تعمل على التذكير على مدى لفورم دي برزان دون المين أن تعمل على التذكير بشكل الفعل في الحاضر دون المين فيما يخص نفس الفعل طبعا نتكلم على الأفعال المستخرجة والتي هي فالنص مصرفة في الباسي سامبل مثلا مامار مانفوية أو فيلاج مامار مانفوية أو فيلاج إذن عندنا هنا لباسي سامبل لفورم أفارث في أرسالة مامار مانفوية أو فيلاج مامار مانفوية أو فيلاج إذن أمي أرسلتني إلى القرية لفورم أفارث هنا مصرف في منزيل سامبل لفورم أخص في الفعل في المامار مانفوية مع أل أو إيل إذن هي مامار مانفوية إذا الأم هي التي أرسلت إذا لحل الأم هي التي أرسلت إذا الفعال هنا مصرف مع إيل أو أل مثلا نقول مثلا إذا طبعا في الحالة نقول ثم عندي جي باتي توده سول ãyنها ا Zielpunkيا ادتتبعا سيرا للخ likه فيizing جي بار أنا انتليق هنا أنا انتليق تو جي باتي توده سول أنا انتلك تو توده سول أنا انتليق الان وقوبه معتلا ثم عندنا un un coup de vent سوفلا مالانترن إذن نتكلم عن ضربة ريح كما نقول هبات ريح سوفلا مالانترن كما نقول أنا ونافخة أنا ونافخة على مسبحي إنساء التبير إذن طبعا نقول un coup de vent سوفل سوفل مالانترن إذن طبعا السيغة الخاصة بالبرزن هي سوفل بدلا سوفلا ثم عندنا مثلا جانتون دي دي اغلمان جانتون دي دي اغلمان أنا س mindedور س سيحت إذن طبعا سيرات في الدخول في الدخول يا جانتون جانتون إذن طبعا لغمان طبعا نفخة إذن طبعا نفخة لا نفخة فلا فirmacity دي سوفل نفخة نفخة للميار دي الميزون أنا ألمح الآن مثلا ضوء منزيل ثم عندنا جمأ بخوشي أنا اقتربتو جمأ بخوشي عندنا نعلم الوفاب سابخوشي عندنا نعلم الوفاب سابخوشي إذن طبعا في البرزن نقول جمأ بخوش أنا اقترب ثم جفرابي أنا ضربتو في البرزن نقول جفراب أنا أقتربو على الباب إذن طبعا هذه بعض السياخ التي وردت في الوباسي السامبل ثم تصريفها مع البرزن في الضمائر المذكورة إذن هذا فيما يخص هذا النص طبعا إذن نلتقي لاحقا مع نص آخر إلى دلكم الحين حياكم الله ورمضان مبارك كريم وإلى اللقاء